السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم حلقة جديدة من حلقات القناة المهمة جدا نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة تطورات في منتهى الخطورة ما قلناه من سنة كملة يتحقق حرفيا تابعوا معنا هذه الحلقة وانشرها على جميع المنصات وضغط الآن بكثافة على زر الإعجاب لايك تعالوا نبدأ مباشرة هذه الحلقة إيه اللي بيحصل تكلمنا مبارح عن سلوج ألمانيا وعرضنا ليكم صور والنهاردة بنعرض ليكم مشاهد بالصوت والصورة شوفوا سلوج ألمانيا في عز الصيف وحاجات غريبة بتحصل على مستوى العالم لا تستطيع العين أن تخطئها إلا المنكرين إلا أهل الإنكار اللي هم لوحدهم مش شايفيه اللي الناس كلها شايفينه تعالوا كمان نشوف مشهد من مشاهد الصين التي لا تتوقف مشاهد في الحياة مرعبة في الصين آثار الضمار في كل مكان في الصين العقوبات الربانية متواصلة اللي بيحصل في الصين دلوقتي عقوبات ربانية من اللي هم بيعملوه في المسلمين بتوع الأيجور ولن يتركهم الله إلا إذا استأصال شأفتهم باختصار مش هيمضي على الصين إلا وقت قليل بإذن الله وهنشوف آية كبرى أكبر من كل اللي احنا شايفينه دا وهفكركم وهنرجع بإذن الله مع بعض للحلقات والتسجيلات علشان تشوفوا الآيات الكونية القرآنية في دولة زي دولة الصين الفاجرة التي عتت في الأرض فسادا تعالوا كمان نشوف إيه اللي شغال دلوقتي في أمريكا الحرائق لا تتوقف حرائق الغابات في كاليفورنيا اللي شغالة بقوة تعالوا نشوف مع بعض ثم نعود إليكم الحرائق اللي موجودة دلوقتي في أمريكا واللي قعدة بتزداد ويعني وصلة من كندا لأمريكا حتى وصلت للحدود بساعة كولومبيا بيقولوا إن هي بفعل فاعل وإحنا دايما مركزين مع مشهد السماء ومع سقوط الشهب الحارقة اللي بدأت إن هي تتزايد وإحنا متابعين هذا الملف بقوة يعني يبدو أن هذا السبب سيكون من ضمن أسباب مختلفة لهلاك هذه الدولة الباغية اللي قالت على نفسها إن هي أمة مثلية تعالوا كمان نشوف انقطاع القهرباء المسلسل المخطط لي في دول العالم اللي عاملينه في فيلم كارتون من سنين من عشر سنين تقريبا كل حاجة مشية على الكتالوج حكام العالم الحقيقيين اللي بيحكموا العالم كما تظهر أمامنا هذه المشاهد خطة مدروسة انقطاع القهرباء يؤدي إلى الفوضى اللي هم بيبحثوا عنها ويدخل العالم في حالة هرج وفي حالة فوضى كبيرة جدا كما يظهر أمامنا فيلم كارتون بيقولك إيه اللي هيحصل ومن عشر سنين هذا الفيلم حاجة يعني فيه منتهى فيه منتهى الغرابة زي ما بيظهر أمامنا طبعا ده بيفكرنا بالمصطلح بتعموا فوضية الشرق الأوسط الفوضى الخلاقة اللي كانوا بقالهم دلوقتي أزيد من أربعين سنة بيبحثوا عن الفوضى الخلاقة واحد يقولي إزاي فوضى وخلاقة فوضى بالنسبة لينا في حقنا عايزين يعملوا هرج وعايزين يعملوا فوضى بالنسبة للشعوب وبالنسبة للأنظمة بتاعتنا لكن هي خلاقة بالنسبة لهم يعني حاجة جميلة بالنسبة ليهم كل ما إحنا نضعف كل ما هم يكونوا فرحين ومبسوطين ولكن بإذن الله ستحبط مخططاتهم تعالوا الأخطر ما في هذه الحلقة واضغط بكثافة على زر الإعجاب لايك وعايزين نوصل الحلقة الأزيد من خمس تلاف لايك تعالوا نشوف العقوبات الربانية في تطور خطير جدا 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 بدأت تصل إلى الدول العربية وأهل الإنكار والإرجاف هيقولوا إيه بقى؟ مش بقولك زي ما قلت لك مبارح في الحلقة تتوالى الضربات لأهل الإنكار وأهل الإرجاف إيه اللي بيحصل دلوقتي في دبي؟ أنا مستني الناس بتوع الإمارات يطلعوا يقولوا لنا عارض ممطرنا أنا مستنيهم يقولوا زي ما بتوع السعودية بيقولوا هذه آيات ونظر ربانية إيه اللي بيحصل ده؟ هل المشاهد اللي هي بتظهر قصدنا دلوقتي في دبي مشاهد طبيعية؟ ده فيه إجماع يعني تعرف ما كنا بنتكلم عن السعودية والسلوج والكلام ده بالله ناس بتقاوح أما في الإمارات وفي دبي فيه إجماع أن هذه مشاهد مذهلة لم تحدث قبل ذلك في فصل الصيف أبدا تعرف الحرارة هناك في دبي قد إيه؟ الحرارة هناك في دبي بتصل أحيانا لخمسين درجة حر شديد جدا جدا وبالرغم من ذلك شوف السيول شوف الأمطار في عز الصيف آيات ونظر ربانية فاكرين من سنة لما سئلت عن الدول اللي الطارق هيضربها فقلت لكم غير أمريكا وأجزاء من أوروبا والكلام ده قلت لكم أول دولة عربية هاتتضرب بضربات الطارق قلت لكم دبي أول دولة قلت لكم دبي ما قلت لكمش الإمارات وارجعوا للتسجيلات ما قلناه يتحقق حرفيا ولسه القادم وانتوا طبعا عارفين ليه دبي عارفين ليه لأن طبعا عاصمة الإيه انتوا عارفين هي عاصمة إيه كلكم عارفين هي عاصمة إيه في العالم دلوقتي والدولة المصنفة الأولى على العالم في إيه كلنا عارفين كويس ولذلك لازم قراءة السنن الكونية القرآنية تخليك على طول تعرف إن دبي في المركز الأول وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد الجرأة على حدود الله والجرأة على محارم الله النهاية القرآن هو اللي وصفها بصورة دقيقة وجيدة عايز كمان أقول لكم حاجة علشان نعود إلى هذه الحلقة افتكروا كلامي جيدا اللي بيحصل دلوقتي في دبي بداية طبعا واحد يقولك أنتوا عايزين وفيهم ناس مسلمين أنا أنقل ليك المشهد أنا أنقل ليك ونتمنى السلامة للجميع ونتمنى الخير للجميع ولكن إحنا بننقل ليك اللي موجود دلوقتي اللي حاصل دلوقتي دي مجرد بداية وتذكر كلامي جيدا واضح جدا أن الشتاء القادم هيكون شتاء تاريخي بمعنى الحرفي للكلمة طبعا الناس اللي ضحكوا على عليكم وألولكم أن هما مسيطرين على المناخ ومسيطرين على التقص ونسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا حول ولا قوة إلا بلا مفاهمين الناس أن ثوران الشمسي الهائل اللي بيدرب الشمس والأرض والقمر بيدرب الأرض والقمر والمريخ في وقت واحد الأول مرة في التاريخ الكلام ده كله كلام فاضي هذه تأثيرات الطارق وإن خاب ظني الكلام واضح جدا جدا تأثيرات عمر ما العالم مر بهذه المرحلة أنا مش عارف أقول إيه الناس ابتعدت خالص خالص الغفلة تمكنت من الناس أحداث عمرنا ما شفناها في التاريخ بتاع البشرية أبدا ما أدركناهاش يعني وأعمل لكم بإذن الله بكرة حلقة بإذن الله من العيار السقيل جايب لكم كلام في منتهى الخطورة واعترافات واضحة باقتراب النجم وصاحبنا اللي عنده قناة وطالع بيت مش عارف أقول إيه والله وطالع بيكذب النجم الطارق والكلام ده وأنا ليه حلقة مهمة أول ما ما يشوفوا الآيات واضحة للعيان لينا حلقة كده هنتكلم فيها وأقول لكم دول هيعملوا إيه ورد فعلهم هيبقى إيه تعالوا كمان نشوف أصوات قادمة من السماء عودة الأصوات من السماء من جديد تعالوا نسمع لمدة ثواني ونعود إليكم وركزوا أوي نفس الأصوات اللي عرضناها من شهور تتكرر تعالوا نشوف ونعود إليكم زي ما سمعنا وزي ما شفنا قلوا لنا رأيكم إيه هل هذه الأصوات نتيجة الانفجارات في السماء هل هذه الأصوات أصوات نتيجة من الطارق قلوا لنا رأيكم إيه وإحنا هننقل ليكم التعليقات بمنتهى الحيادية بارك الله فيكم أيها الأحباب لا تنسونا من صالح الدعاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ترجمة نانسي قنقر